طبعا كلنا عارفين سامسونج الرائدة في كل حاجة حرفيا في كل منترات ها. فيش منتر عندها بيكون وحش او ضعيف او خماته مش حلوة او كده لا كل حاجة عندها التوب في كل حاجة. ولما عمل التاب عمل التاب التوب في كل حاجة. هو التاب الاس ايت. وعملت ليه عيلة مش لوحده راية مع الافراد بتوعه. وهم الاس ايت بلاس والاس ايت الترا. نقدر كلمكم عن التلات انواع دول وايه الاختلافات ما بينهم في كل حاجة. فهنبتدي باول حاجة معنا وهي الشاشة. فشاشة الاس ايت بس حداشر والاس ايت بلاس اتناشر. والاس ايت الترا اللي هو البابا بتاعهم اربعتشر وستة. يعني حرفان كأنك ماسك لابتوب في ايدك مش تابلت عادي. في كل حاجة. حرفين نفس مأس اللاب. ما فيش اي اختلاف. تقدر تستخدمه كلاب كتابلت ككل حاجة هيقدم عاك في كل حاجة. هو فكرة التابات اصلا دي ان هي مثلا بتكون اكتر لفقة الجرافيك المصممين. اللي بيعملوا ديزاينات الرسومات والحاجات دي. وحتى كمان دعمته بالاس بني. ده يمخليه سهل جدا انت تقدر تعمل ديزاين عليه. تعمل اي حاجة. عامل تقريبا مشابه للايباد برو. انت تقدر تصمم تقدر تعمل اللي انت عايزه. كل حاجة متاحة بالنسبة له. ديرك طبعا دعمهم كلهم للفايف جي. اه التاب ده بصراحة يعني خرافة جدا يعني. وبالنسبة للالوان فالاس ايت بي نزل بلون رصاصي بس. والاس ايت بلاس والاس ايت الترا بينزله بتلات الوان. رصاصي ولون فضي ولون دهبي زهري يعني. اوه لون غريب بصراحة شرحه غريب شوية. يعني تحس ان هو مسلا لون دهبي بس يعني في جزء زهري شوية كده زي لون البمبي كده شوية. بس عمتا كمنزره يعني كشكل وكده لون جميل جدا بصراحة. وبالنسبة للبطاريات فهي بتجي بتلات احكام مختلفة للتلات تابات. فاول واحد اللي هو بيجي ببطارية تمن تلاف ميلي امبير. الاكبر منه شوية بيجي ببطارية عشرة تلاف وتسعين ميلي امبير مش عارف ايه فرقة التسعين الزيادة دي. والايس والترا اللي هو العالي او الكبير بتاعهم بيجي ببطارية احداشر الف ومتين ميلي امبير. يعني اعطرت فرق الزيادة دي عشان طبعا فرق حجم الشاشة وكده فطبعا بيبقى في استهلاق اكبر للبطارية. بس هو عمتا يعني استهلاقه من البطارية اعتبر حفيف يعني هيكمل معاك طول اليوم مش هيكون عندك مشكلة. ولا ما احترى انت تعد تشحنه كتير وكده ولا هيفصل منك لا هيقدم معاك طول اليوم عادي جدا. وطبعا التبدي بتدعم الشاحن الخمسة واربعين وقت اللي هو السريع بتاع السامسونج ولكن الاسف هو مش موجود لازم انت بعد ما تشتري التاب تروح تشتري الشاحن عشان تقدر تشحنه. ومن نسبة للكاميرات فالكاميرات فهو حلوة جدا في التلات فئات بتاعتي يعتبر كأنك مسك مسلا الاس توينتي سري الترا. فجميل جدا في الكاميرات. العادي بيجي بكاميرا اتناشر. والاس ايد بيجي برضو بكاميرا اتناشر. الاس ات الترا بقى قالك طالما هو الترا هنخليزها الاس توينتي سري جميل جدا بصراحة كتصوير او كدعم الفيديو والكده. كله جميل بصراحة مفيش اي يعني مفيش اي مشكلة حرفينة ليا انت لو عايز تستخدمه في اي حاجة استخدمه. تستخدمه كتاب استخدمه. كتصوير استخدمه منتاج استخدمه. تصور فيديو استخدمه. مش يقول لك لا في اي حاجة. وغير طبعا زي ما قلنا من شوية الاس بين. الاس بين بتاعه هو ما بيجيش زي في الاس توينتي سري الترا هو بيبقى جواد جهاز. لا. الاس بين هنا عاملينه بماجنيتك من بره زي مغناطيس من بره. بيتلزق على ضهر التايب. فده هو ممكن يعني ما نلمانش بصراحة مجردتوش قبل كده فما عارفش ممكن يقع من التايب او لا بس عاماتهم بيقولوا الماجنيتك بتاعه قوي جدا. فاعتارك مش هيبقى فيه مشكلة ومش هيقع. ومع كده برضو بيتشحن بسرعة. وعلى طول يعني مجرد بس ما تلاقيه مسلا هيفصل او كده. عدت في ضهر التايب هيشحن وبعد كده بستخدمه. فما ما فيش اي مشكلة. اما المساحة والرمات فهنا بيجوا بكزا وضعية مختلفة. بيجي بتمانية مع مائة تمانية وعشرين او تمانية مع ماتين ستة وخمسين. وبيجي برمات اتناشر مع ماتين ستة وخمسين ومع خمسمائة واثناشر. ورمات ستاشر رمان مع ماتين ستة وخمسين وخمسمائة واثناشر. فحرفيا مكافي كل الاحتجارات اللي هو اللي انت عايزه هاتو. كمان الشاشة بتاعت التلات تبادي جميلة جدا انها سوبر المعروف في سامسونج عمتا في الالوان والتشابه والحاجات دي كلها. بير انها تدعم بلصف وكمان دعمها لانها فدم خليها حاجة جميلة جدا. انت خيل ان انت تقدر تشوف فيديو بدكرة على الشاشة دي. فجميلة بصراحة. بير طبعا دعمها لستاشر مليون لون. هو دي انا كنت اتوقع مسلا ممكن يخله مليار لون عشان تبقى الالوان اكتر تشابه بقى الالوان سالسة اكتر وجميلة اكتر. بس عمتا ستاشر مليون لون. لو انت شفتها مش هتلاحز ان في حرام دايقاتك. يعني هتلاقي يعني فرقات بسيطة جدا. لو ضربت مسلا تليفون واحد مليار لون مسلا مع التاب ده. هتلاحز فرق بسيط جدا في الالوان. لكن الالوان الطبيعية دي ما فاش مش قيلة مش هادقك في حاجة. كمان دعم الشاشة للمية وعشرين هيرتز فده مخليها سالسة جدا ولزيزة جدا في الحركة بتاعته في كل حاجة. لحسب ما انت بتستهدمه طبعا سواء كمونتاج او سواء انت بتسكرول مسلا بيتصفح مسلا فيسبوك فيوتيوب حاجة دي كلها. وحتى كمان لو انت بتلعب جيمل لو انت من عشاك الجيمل فالتاب ده يساعدك. هيساعدك كشاشة وكسلاسة. الموضوع جميل جدا بصراحة في الشاشة بتاعته. نغير كده الشاشة بتاعته طبعا بمعنها كبيرة فده بيساعد انت تقدر تستخدم كازة تطبيق في نفس الوقت. فهي تقدر تقسمها نصين او تقدر تقسمها لكزا جزء. بحيث ان انت مسلا عايز تستخدم الجزء ده لقاب معين وجزء ده لقاب تاني. فده مساعد جدا فيها بصراحة. وقصة كل الجمال والاداء ده لازم يكون فيه بروسيسور قوي. هو انا بيدي بروسيسور سناب دراجون اي جين وان مع دلين سبعمائة وتلاتين كارتر اسوميات. فقوي جدا بصراحة وهيقدم معك في اي حاجة انت عايز تعملها. مش هكون معك اي مشكلة ولا في اي عطل او تعليق او الحاجات دي لا انساها خالص. كمان انت بدأ تقدر تركيب له كيبورد خاصة بيه اسمها كيبورد. كيبورد دي بتقدر تركيبها من تحت في التاب بتحسسك كأنه حرفيا لابتوب. كل حاجات اللابتوب هتلاقيه عليه. فده بيخليه يعني مش محتاج حرفين ان انا اجيب لابتوب عشان افتحه عشان اعمل حاجة مسلا او شغل او كده. كل حاجة تقدر تعمل عليه بمجرد بس تركيب له الكيبورد دي. كمان اساسا هو بيدعم ان هو تقدر تربوته بالاس تونتي تو والاس تونتي سري وتقدر تنقل من التطبيق من التليفون للتاب. يعني مش محتاجر انه تفصل بين ده وده. لا. الاتنين بيشتغلوا كأنهم حاجة واحدة. ده فصل انقل على اللي بعد هي عادي جدا. كمان اساسا من بداية من ويندوز تين فما فوق الويندوز اليفن. وبتقدر تربوت التاب بي اللابتوب عندك كأنهم حاجة واحدة. تقدر تنقل الشغل من هنا لهنا في لحظة. يعني مش محتاج ان انا انقل من هنا او افتح مسلا او بلوتوس او كده عشان انقل من هنا لهنا. لا. بكل بساطة انقل من هنا لهنا بدوسة. وفي ميزة جميلة جدا انت تقدر تنقل كل الداة والبيانات بتاعتك من التليفون السامسونج بتاعك للتاب بكل بساطة. مش محتاج ان انا انقل الحاجة واخد وقت قد كده يومين تلاتة مسر عشان انقل الداة. لا. في لحظة. طالما اعمل حساب على سامسونج ان اللي من هنا لهنا في لحظات. مضوع بسيط جدا. والتلاتة بيجي فيهم الاطار الجانبي من حاجة اسمها الومنيوم مضرع. مش عارب بصراحة الخامدي اول مراس معانا. بس ممكن تكون اقوى شوية وتستحمل اكتر للخدوش ان ما حصلوش حاجة. الله اعلم. وكمان بيدعموا تلاتة تطبيقات كتير للجرافك والمنتاج والحاجات دي. من دمهم تطبيق اسمه وده كويس جدا للجرافك. يعتبر انك مسلا بتستخدم فوتوشوب بس على التابلت بتاعك. مش محتاج ان تفتح لاب ولا كمبيوتر ولا بي سي. منضوع لزيز جدا. كمان التلاتة بيتعاموا الواي فاي لسيكس ايه الجديد وبيتعاموا بلوتوس خمسة واتنين. فاعتقد ما فيش مشكلة في الخدمات او في الاتصالات بتاعتهم. بس دي كانت نهاية الفيديو النهاردة عن تابات التلاتة من عيلة سامسونج اللي هما والاس ايت والاس ايت اولترا. يعني ما تنسوش طبعا تتابعوني على وعلى التير توك والتلاتة بنزل عليهم بس كل طبعا كل منصة بنزل على حاجات مختلفة. تير توك عليه بينزل اخبار اكتر. لانستجرام بينزل عليك هوليس. كل حاجة عمتن يعني عن مسلا بصور حاجة وبتكلم عن حاجة او كده. والفيسبورك بينزل عليه الفيديوهات الاساسية وريلز برضو. ما تنساش تتابعني على التلاتة. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.